اتنين وعشرين عشرة 2011 يوم جديد في نهارك سعيد بنبتدي فقرة الصحافة بس تسمحوا لي لنا دايما بنحاول ننوه على ان احنا بقى عندنا صفحة على اليوتيوب عندنا صفحة على التويتر عندنا صفحة على الفيسبوك ونفس دا في اليوتيوب ونفس في الفيسبوك حضرتكم ممكن تتابعوا كل الفقرات في خلال الاسبوع او في خلال السنين اللي فاتت وتشوفوا ايه الفقرات اللي ممكن تكونوا حضرتكم مشفتوهاش أو تتابعوا أي ضيف مهم أو ضيف عزيز علينا في نهرك سعيد ممكن تشوفوا الفقرة الخاصة بي ضيفي النهاردة في فقرة الصحافة الأستاذ عادزل الصنهوري مدير التحرير العام بجريدة اليوم السابع نهرك سعيد فن نهرك سعيد أشرف نهار كل المشاهدين سعيد إن شاء الله آمين يا رب إن شاء الله عندنا تسع أخبار من الشروق صفحة أولى اليوم إعلان تحرير ليبيا اليوم السابع صفحة أولى اليوم إغلاق باب الترشح والأحزاب تقدمت 73 قائمة للشعب و 26 للشورة المصر اليوم صفحة أولى الإخوان والسلفيون يشعلون الانتخابات الشروق صفحة أولى التحالفات تهدأ والوفد يغلي اليوم السابع صفحة أولى مسيرة بالأرواب السوداء ضد قانون السلطة القضائية وتهديدات بإغلاق المحاكم أخبار اليوم صفحة ثلاثة مشروع قانون السلطة القضائية لم يعرض على المجلسات السكري الشروق صفحة أولى الببلاوي لا ببلاوي للشروق سأرحل إذا لم يطبق الحد الأقصى للأجور بداية العام الأهرام صفحة أولى صار في المعاشات أول نوفمبر المقبل بمناسبة حلول العيد ومن اليوم السابع صفحة أولى رحيل أنيس منصور والفنان حجازي أستاذ عادل الشروق صفحة أولى اليوم إعلان تحرير ليبيا يعني بالتأكيد أنه هو مشهد مشهد القبض على القضافية أو مشهد مقتله المثير والغامض أعتقد أنه ده كان لحظة تاريخية فارقة في تاريخ ليبيا أو في طوال الـ 42 سنة الماضية لأنه بالفعل ليبيا الآن على عتاب فجر جديد مرحلة جديدة من تاريخها أعتقد يعني أنه من وجهة نظري أنه الجهاد الأكبر اللي انتهى بالتحرير بعد صورة مارس أعتقد أمام الشعب الليبي الجهاد الأعظم من وجهة نظري لبناء دولة دموقراطية تؤسس على حقوق الإنسان والعدالة إلى آخره ولكن أنا في وجهة نظري أنه المشوار يجب أن يبدأ من المصرحة والعافو والتصالح بين كل تواف الشعب الليبي احنا عارفين طبعا خصوصية التكوين الاجتماعي والسياسي لليبيا أعتقد أن المسألة لن يمضي الشعب الليبي قدما إلا أولا بمسألة المصرحة والمصالحة والعافو العام لكن روح الانتقام أنا أعتقد لن تجدي في مثل هذه المرحلة تحديدا نعم 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 رغم كل التحفظات على المشهد الأخير فيه مقتل القزافي أعتقد أحنا أمام مشهد الآن هناك أتلافات ثورة على الأرض تحمل الكثير من السلاح هناك مجلس انتقالي هناك تخوفات من أن الثورة تسرق بالسياسة نعم فأعتقد مسألة هناك لازم يجب أن يكون هناك حوار حوار جدي في تحديات كثيرة أمام مسألة السلاح مسألة الاتفاق النظام السياسي القادم الحوار السياسي أعتقد أنه لازم يشمل كل تواقف الشعب الليبي بدون بدون إقصاء يعني أموجة نظري طبعا والله أستاذ عاد بدون أحلى كلامك هو الكلام اللي حداك بتقوله ده اللي هو داخل ليبيا المجتمع الليبي المفروض أنه يبقى ناحية الديمقراطية في الاتجاه ناحية الديمقراطية لكن فيه كمان ظاهرة أنه الفرنسويين عملين يقولوا إحنا كان لنا دور فلازم نبتدي نشوف الكعكة أخبارها إيه بعد البترول ده رائع وأمريكا دخلة من هناك من القارة الأمريكية دخلة إحنا بالتأكيد كلامك سليم واجماعة عايزين بقى البترول بتاعكم ده صراحة ده كلام سليم لأنه بالفعل والتحالف الأوروبي يعني كل الناس رايحة ليبيا دلوقتي لأن ليبيا بقت كعكة جميلة جدا من البترول ده كلام سليم لأنه بالفعل ده بيعيد لنا تاني مشهد المشهد في العراق زي ما شفنا في العراق السؤال هل تكرر المشهد في ليبيا أم لا يعني أنا أعتقد أنه إحنا دخلنا مرحلة غريبة جدا اللي هي أنه مسألة التدخل أجنبي فيه الصورات العربية لسه قدامنا المشهد السوري لما تم اجتماله اليامل لما تم اجتماله فأنا أعتقد أنه من دوني برضو التحديات هي المسألة إلى أي حد سيتم تدخل أجنبي إلى أي حد سيتم الحفاظ على الثروات الليبية والموارد الليبية نعم إيه مساحة الدور اللي هتلعبه الشركية أنا مكنمش خلص يعني السلاح مسألة السلاح تم حسمه أعتقد أنه هدخلنا على مرحلة تانية خالص هي مرحلة توزيع الأنصبة الاقتصادية على الدول التي شاركت في الحرب على نظام القذافي سواء إيطاليا سواء فرنسا سواء أمريكا هي دي المشكلة يعني أبحث دائما على الاقتصاد يعني أنا أعتقد لو في دولة فقيرة فيها ثورة لن يعدس أي تدخل أجنبي ولكن تدخل أجنبي دائما يعدس وفقا لمصالح اقتصادية وإحنا جربنا النموذج العراقي وشوفنا إحنا لأسف إحنا كمان خسرنا كتير جدا ربما إحنا شاركنا يعني ولم نحصل إلا على الفتات في مسألة المشاريع العمرانية وكلام لأنه أعتقد أنه ليبيا بالفعل هتبقى صراع نقش بقى على الملف اللي لينا ثلاث أخبار فيه متتلين كده هقولهم وربعض بعد إذنك نقول بنتكلم بقى زي ما هم عايزين فيه موضوع انتخابات مجلس الشعب والشورى النهاردة آخر يوم للترشح من اليوم السابع صفحة أولى اليوم إغلاق باب الترشح والأحزاب قدامت 73 قائمة للشعب و26 للشورى المصر اليوم صفحة أولى الإخوان والسرفيون يشعلون الانتخابات والشروق صفحة أولى التحالفات تهدأ والوفد يغلي آه يعني أنا أعتقد طبعا النهاردة بعد 11 يوم من فتح باب الترشح للانتخابات البرلمانية القادمة يعني إحنا شوفنا فعلا هيتم إغلاق الباب اليوم رغم أنه كان هناك مطلبات من بعض الأحزاب بأنه يصدر مرسوم بمد الفترة الترشح لكن أعتقد ده كان يحتاج قرار من المجلس العسكري تمام ليس من حق اللجنة العليا فأنا أعتقد أنه إحنا شوفنا خلال 11 يوم آه يعني حالة من الجدل وحالة من الارتباك وحالة من التخبط حوالين سواء في التحالفات نفسها اللي تم تشكيلها من آه أحزاب أو في مسألة التقدم أو تكوين القوائم أو البحث عن مرشحين خلال سواء من الحزاب الأخرى سواء زارد أنا حستأذنك معلش الإخوان والسلفيون يشعلون الانتخابات ما المقصود بهذا المقال والتحالفات تهدأ والوفد يغلي أنا عايز يعني أتكلم آه يعني الإخوان والسلفيون يعني هو طبعا إحنا آه الفترة اللي فاتت شوفنا أنه كل طيار آه طيار دين زي الإخوان أو سلفيون الكل لديه ثقة أنا شايف أنها ثقة غير مقبولة ثقة غير مبررة فإنه هو الأكثر تنظيما الأكثر حجدا أنه يتبهى بكثرة العدد في لدى أعضاء فبالتالي أنه هو القادر على حسم الانتخابات القادمة طبعا غير أنه هناك أصلا خلافات آه فكرية ما بين الإخوان والسلفيون السلفيون قرروا أن يعملوا تحالف تحالف سلفي من ثلاث أحزاب السلفية ضد الإخوان في الانتخابات القادمة وإحنا بدأنا نشوف فيه بقى الدوائر أن هناك أحبا فيه منافسات كبيرة جدا ما بين المرشح الإخوان أو مرشح السلفيين إضافة إلى مرشح الإخوان نفسهم مع من ينشق عنهم زي حزب الوسط أو حزب النهضة فأنا يعني هي المسألة برضو مش عاوزين أنه جاير المشهد كله أنه المنافسة القادمة هي فقط ما بين إخوان وسلفيين لأن أعتقد أنه ده يتعسف في حق هذا الشعب لأن أعتقد أن هناك فيه باقي المرشحين وأعتقد أن هنا والوعي هنا على الوعي الشعب والأراضة الشعبية لإختيار البرلمان القادم الذي يعبر وله بدرجة مقبولة عم حدث من تغيير اليوم السابع صفحة أولى مسيرة بالأورواب السوداء ضد قانون السلطة القضائية وتهديدات بإغلاق المحاكمة يعني بصراحة أنا بشكل عام يعني هذه الأزمة يعني بصراحة أزمة تم تصعدها بشكل كبير جدا بشكل مفاجئ جدا بشكل متصارع يعني هي أزمة بين جناحي العدالة في مصر وهما القضاء والمحامين يعني كل هذه المسألة أنه نحن مفتقدين أوي لمسألة آلية الحوار إذا كان هناك الخلاف عليه يعني هو لما تعمل قانون السلطة القضائية يعني أي قانون بيتم أستاذ أشرف أنه أعتقد أنه بيهم كذا طرف وليس طرف واحد يعني القضاء عملوا قانون السلطة القضائية كان مفروض هناك مشاركة من الطرف الأصيل أو الجناح الآخر وهو المحامين أعتقد أنه كان برضو يهم المجتمع لأنه هذا القانون أعتقد بيه تمس بشكل أو بآخر مع المجتمع كان مفروض يجري حوار لكن هو ما حدث أنه تم تأسيس مشروع القانون المحامون شعروا أنه فيه هناك مادة أي المادة تقريباً 18 اللي يتنزى عنهم حصانة الدفاع أنه القاضي من حقه حبس أي شخص موجود في الجلسة دون تخصيص فبالتالي المحامون استشعروا أن هذه المادة بتنزى عنهم حصانة الدفاع داخل قاعة المحكمة فهم طلبين أنه طلبين يعيد النظر في هذه المادة يعيد النظر أنه كمان هم معارض في الموضوع ده لا يعني المحامين المعارضين تماماً للمسألة لا يعني هم طلبين أنه المادة دي تتعدل وترجع تاني بشكلها الصحيح هل القضاء مثلاً معترضين القضاء القانون يجب أن يوفق رغب أنه مازال مشروع يعني القانون حتى الآن لم يعرض على الجهات المسؤولة أو المجلس العسكري لإقراره المحامين شايفين أنه كان من ضمن عملية التأجيل الانتخابات هي دي كمان قدت إلى عدم مشاركتهم في منقشة القانون عشان كده هي المسألة المطلوب إجراء الانتخابات بشكل فوري عشان يكون هناك مجلس يدر يناقش قانون السلطة القضائية إعادة منقشة القانون السلطة القضائية بالوصول إلى توافق الخبر البعادي تقريبا تابع ليه الأخبار اليوم صف حرقة ثلاثة مشروع قانون السلطة القضائية لم يعرض على المجلس العسكري ما هو ده يعني هي في محاولة أنه يا جماعة الموضوع لسه ما خدناش قرار فيه إهدو بس إحنا بالضبط إحنا محتاجين برضو قبل ما ينديه أنه على الأقل يجب أن احنا بنتكلم على نخبة عندما تم التصعيد بهذه الأمر فأعتقد أن دي رسالة سلبية لباقي الفئات في المجتمع يعني إذا كنت أنت كمحامين بتهدد المحاكم أو بتعطل إجراءات التقاضي وده إحنا لا نتمنى قبل أن ينتم محكمة تتقفل دي يعني إيه محاكم مصر تتقفل لأن ده أزمة أنا أعتقد أزمة عصفة جدا يعني أزمة بالفعل بيقوم بها مفروض نخبة فأنا أعتقد أنه ما زال القانون لم يعرض القانون يجب أن يععد مرة أخرى للنقاش العام ما بين المسؤولين عنه أو ما بين الشركاء فيه وهما المحامين والقضاء الشروق سوف أقول على البيبلاوي للشروق سأرحل إذا لم يطبق الحد الأقصر للأجور بداية العام يعني هو تصريح جيد من الدكتور حازم البيبلاوي لكنها أعتقد الحكومة الحكومة كلها هي حاسة أنها حكومة انتقالية أنه بعد انتقال مجل الشعب سوف أطرحل لكن الدكتور البيبلاوي طبعا كان له أراء مهمة جدا وأعتقد أن الحكومة كانت موفعة عليها مسألة توضع حد أقصى للأجور رغم أننا حتى الآن مش عارفين المحد الأدنى للأجور لما تم الاتفاق عليه دكتور ببلاوي برضو كان بيطالب بحاجات مهمة جدا تم تأجيلها للأسف أو أعتقد أنه هناك تلك في الزرحة أنا أعني سؤال بعد إذا سيتك قبل ما ننهي الفقرة يعني الأجور الحد الأقصى للأجور ده في القطاع العام نكلم عن القطاع العام والقطاع الخاص القطاع الخاص كان فيه نقاش أنه ممكن يوافق برضو تمام والله يعني هل لما أنا أكون راجل متميز وعندي سيفي يعني كبير وممكن أن أنا أروح أمسك مثلا بنك أو أروح أمسك شركة أو أروح أمسك مصنع أو أروح أصنع يعني ولقي نفسي النبرة مصر مثلا ممكن يدوني عدد كبير يعني مبلغ قد كده لخبرتي لأن أنا عارف أن أنا حعمل إنجاز كبير في الشركة دي أو في المصنع ده أو ليه أجي أشتغل في مصنع ممكن يديني مبلغ أقل من عش أو تن المبلغ اللي أنا هاخده برة لأ بناء إذا أقول لك حاجزه أشعف يعني المسألة مش مسألة تتعلق بس بحد أقصر الراتب أنا أضع نظام معروف كادر واضح بالمرتب لكن طبعا هناك هناك ما مسمى بالحافز الفردي هناك نظام حوافز برضو يجب أن يكون يعلن عنه بشافية وضوح هي المشكلة فيه المشكلة أوكي المرتب معلن ولكن المكافآت والعلوات والبدلات والآخر غير معلنة يعني كل ده بيتم بليلي زي بيقوله يعني بيتم بدون وضوع فأنت لازم تحط نظام واضح لحد الأقصر نظام واضح للمكافآت والبدلات والحوافز والآخر ده تعتقد أنه على الأقل يريح الجميع ثانيا أنه ما يكونش أنه هناك الفجوة ووجب كبير جدا ما بين الأحد الأقصر عشان يبقى كلنا يعني متفقين عليك يبقى فيه رضاء نفسي ورضاء وظيفي تي حاجة من دين الحاجات اللي قامت بسبب هالثورة خمسة عشرين يعني يا أشرف يا المسألة أنت لازي يكون عندك رضاء وظيفي في المكان اللي أنت بتشتغل فيه أنه على الأقل اللي فوقك ما يكونش هناك فجوة بين مرتبك ومرتبه فهذا ودهنا